بعض المصلين فطنة بوت ومصطفى ودى الصور لا تتعلق بسوق بل هو فضاء مسجدين يتحول بعد كل صلاة إلى معرض تجاري لفائدة المصلين والعابرين للمكان فالظاهرة تزداد مع الشهر الفضيل والمعروضات تتنوع وتختلف من مواد استهلاكية وألبس وأواني وغيرها فالتجار يستحسنونها لأنهم لا يفوتون أداء الفريضة أحد المشجد اختاريته كنصلي مع الجامعة أولاً شو بعت أو ما بعتش هذا والله بونتاج اللي عندي كنصلي مع الجامعة وكنخلي صليعة ديالي وكمسي كنصلي في الآمن مهم بنادي مكير بحذك الوقت الصلاة ديالي وليفرج قدام وصاح لا جاب الله شي رزق ما كيرج ما كراج منه المسائل اللي عندها علاقة بالهداء اللي كتأك يكون على أقبال وبالأخص في وقات الدروة مثلاً وقت الأعصر من وراء صالة الترويح يعني من بعد المغرب العشاق كتبقى الأمر المستقى التجارية غادة 3 قريباً 11-12 ليل كتبقى غادة فالفضاء باعتبار خصوصيته الإقبال يوجه إلى لوازم العبادة والملابس التقليدية خصوصاً خلال أيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل استعداداً لليلة القدر وعيد الفطر عموما فالظاهرة وإن استحسنها البعض فما يعيبها هو الفوضى التي ترافقها وشل حركة سير في الشوارع المحدية مما يستدعي ضبطها حفاظا على جمالية الفضى ونظامه وبيئته